حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة جديدة أو جبهة حرب جديدة في لبنان على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجد الشمس بالجولان السورية المحتلة بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة لحرب إقليمية شاملة وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب كما نشد القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لتساعي رقعة الصراع التي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين كما جددت وزارة الخارجية تحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة مطالبة بضرورة التواصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي المعاناة الإنسانية بقطاع غزة في أسرع وقت ترجمة نانسي قنقر